شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها الآن سيوقع الإماراتيون والإسرائيليون والبحرانيون اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بينهم برعاية أمريكية. حفل التوقيع الذي قاطعه الأوروبيون اعتبره الفلسطينيون طعنة في الظهر. ويوم أسودا في يوم من أيام الأمة العربية. وبالحقيقة أن مراسم الاحتفالية في البيت الأبيض الآن هي الاتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات وللتوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص التطبيع مع البحرين. إسرائيل تسمي الوثيقتين اتفاق سلام. على الرغم من أن الدولتين لم تدخل في حرب ضد إسرائيل. أكثر من ذلك تبين بحسب ما نقلته الصحافة الإسرائيلية أن كلا الوثيقتين تتطلبان مؤفقة الحكومة والكنيسة قبل أن تدخل حيز التنفيذ. نتنياهو قال إن مضمونهما بقي سريا وليكشف عنه إلا بعد التوقيع. وعلى عكس الإمارات فإن البحرين وعلى لسان وزير داخليتها قالتها بشكل صريح. تطبيع العلاقات ليس تخليا عن فلسطين. بل حماية لأمن البحرين. طبعا عندما تتحدث المنام عن تهديد أمنها. فسيكون ذلك من إيران بالدرجة الأولى طهران. وقبل التوقيع. ردت على تطبيع العلاقات علاقات جيرانها بإسرائيل بتصريح الناري. وهذا ما قالته. هذا الاتفاق سوف يجعلكم شركاء في جرائم الكيان الإسرائيلي. أما بالنسبة لسلطة الفلسطينية فقد وصف رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد دشتية هذا الاتفاق بالقول. محمد دشتية عفوا. نشهد يوما أسود في تاريخ الأمة العربية. وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية. هذه الجامعة لم تعد جامعة بل مفرقة وإسفينا للتضامن العربي. سيضيف مزيدا من الألم في سجل الانكسارات العربية. الفلسطينيون يعولون الآن على توحيد المواقف وتحريك الشارع الفلسطيني والعربي. هذه المظاهرات خرجت الآن في شوارع الضفة الغربية للتنديد باتفاق التطبيع الإماراتي والبحراني مع إسرائيل. تعتبره السلطة بأنه تطبيع مجاني بدون مقابل للفلسطينيين. هذه أيضا صورة من غزة. وتظهر إحراقا للأعلام والصور لمن هم الآن يوقعون اتفاق التطبيع في البيت الأبيض. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فكثير من المغردين دافوا عن قرار التطبيع. مقابل موجة من التنديد والحسرة لما آلت إليه مواقف الدول العربية. درويش يقول لابد أن يجلس العرب كلهم مع إسرائيل برعاية أمريكا لحل القضية الفلسطينية أولا ثم التطبيع. فلا مانع من السلام إذن أن يعمل منطقة ونعيش جيرانا وأحبابا. أما غير ذلك فلا أرى له معنى بصراحة. هل عبدالعزيز له نفس الرؤية يقول نسوا أن الفلسطينيين تحالفوا مع إيران التي حاولت قلب الحكم في البحرين أكثر من مرة. ومع ذلك البحرين تغاضت وما ردت السيئة. تامر يكتب في تدوينته. وسيأتي اليوم الذي يكون فيه عدم التطبيع مع إسرائيل خيانة وأسفاه على العروبة. رشيدة تذهب إلى عملية حسابية تقول فيها البحرين عمرها واحد واربعون سنة. الإمارات عمرها ثمان واربعون سنة. تطبعان مع كيان صهيوني عمره اثنان وسبعون سنة. للتأمر على دولة أصغر شجر الزيتون فيها عمرها ألف سنة. التطبيع البحريني الإسرائيلي. في هذه الأثناء. رحبت سلطنة عمان بقرار جارتها البحرين للتطبيع مع إسرائيل. بحسب التلفزيون الرسمي. أما السعودية فلم تعلق بشكل صريح على اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني. لكن عادل الجبير وهو وزير الخارجية السابق تحدث اليوم مع وزراء خارجية باكستان والمغرب والسنغال وجيبوتي وماليزيا أمس. نتنياهو يقول أن دول أخرى ستطبع قريبا. لكن المحللين يستبعدون أن تكون الرياض من ضمنها. كانت إسرائيل عارضت حصول الإمارات على طائرات F35 المتطورة. حرصا على تفوقها في المنطقة. اليوم ترامب قال ليست لدينا مشكلة في حصول الإمارات عليها. وهذا قبيل التوقيع على اتفاق التطبيع بين الدولتين العربيتين وأسرائيل. في الحقيقة أن الإمارات جادة في قرارها. لم تنتظر التوقيع على الاتفاق. بل منذ ثلاثة أسابيع أدرجة الاتفاق ضمن دروس السنة الرابعة ابتدائي في المدارس الإماراتية. الدرس يقول مبادرة السلام الإماراتية مع إسرائيل. جاءت لدعم القضايا العربية والإسلامية على رأسها. القضية الفلسطينية. وهو قرار تاريخي وحضاري ينطلق من مبادئ ديننا الإسلامي. يقول الدرس في مادة التربية الإخلاقية. وهذا ما قرأنا جزءا لكم منه. التربية الإسلامية على ما يبدو. وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد. نشر مقالا في والسري جورنل. قال فيه أن التطبيق لا ينفصل عن التقدم في مسار الدولة الفلسطينية. وحقوق الفلسطينيين. بينما رفض وزير الدولة الشؤون الخارجي أنور قرقاش الإجابة عن سؤال الصحفيين. عما إذا كانت اتفاقية التطبيع تعلن وقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.